نشرة مفصلة للأنباء أهلا بكم وإلى العنوين غارات سعودية متواصلة تستهدف مناطق متفرقة في صنعاء وعدن وصعد وتعز جولة جديدة من المباحثات بين إيران والسوداسية الدولية في لوزان في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة القوات العراقية تحرر لمجمع الحكومية وسط تكريت ومبنى المحافظة والمستشفى وتعثر على ثلاثة معامل للتفخيخ وصلت الطائرات السعودية غاراتها على مناطق متفرقة في اليمن حيث دوت انفجارات متتالية من أحد المواقع المستهدفة في منطقة فجعتان جنوب صنعاء كما تساقطت القذائف في محيط معسكر قريب من مدينة حدة وبحسب مصدر عسكري فإن الطيران السعودية قد يكون استخدم قنبلة كبيرة لقصف التحصينات الخاصة بمعسكر الصواريخ وشنت الطائرات السعودية غارات عدة استهدفت مطار تعز وجبل العروس إضافة إلى مناطق عدة في صعد وعدن في غضون ذلك ارتفعت حصيلة المجزر التي ارتكبتها الطيران أو الطائرات السعودية في محافظة حجة إلى خمسة وأربعين شهيدا وعشرات الجرحة في وطيرة هي الأعنف منذ بدء عمليتها العسكرية واصلت طائرات التحالف السعودي غاراتها على العاصمة اليمنية صنعاء فأغارت على قوات الجيش المتجهة صوب مدينة عدن وتحديدا في منطقة العلم مستهدفة قوات للجيش تتقدم من أبيا باتجاه عدن وقال شهود عيان إن الغارات أصابت عددا من الآليات العسكرية كما شنت طيران السعودي غارات عديدة على منطقة عسيلان بشبوى جنوب اليمن الغارات السعودية لم توفر مخيما للنازحين في محافظة حجة غرب اليمن فأودت بحياة أربعين شخصا وأصيب أكثر من مائتين وخمسين آخرين مراسل الميادين أفاد باحتراق المخيمات بشكل كبير فيما تبعثرت الجثث في أرجاء المكان في غضون ذلك تدور اجتباكات مختلفة في محافظة عدن بين الجيش والقوات الموالية للرئيس هادي الجيش تقدم إلى المنطقة الخضراء على بعد عشرة كيلومترات من المدينة ودخلت قواته إلى مطار عدن الدولي وفي الضالع تدور اجتباكات عنيفة في السوق وحيي الحود والجمرك ومحيط المجمع التربوي بعد دخول الجيش إلى الأحياء الشرقية من المدينة وفي شوارع مدينة الضالع تدور اجتباكات ضارية بين مسلحين من الحراك الجنوبي وجنود من اللواء 33 مدرع حركة النزوح بدت جالية في الكثير من المناطق وشركة الغاز الفرنسية توتال أعلنت عن إجلاء موظفيها من اليمن وضع متفجر استدعى وقفة احتجاجية نظمها طلاب جامعة صنعاء الذين طالبوا بوقف ما سموه العدوان السعودي فورا وهذا ما طلب به أيضا المئات من موظفي مكتب التربية في أمانة العاصمة في صنعاء وآخرون أمام السفارة الروسية في صنعاء المحتجون قالوا إن الغارات السعودية منذ يومها الأول استهدفت المدنيين في محافظات مختلفة وفي تطور لن يسعد هؤلاء صدر في إسلام أباد بيان عن اجتماع ضم رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الدفاع ومستشار الأمن القومي البيان جدد التزام باكستان التزاما قويا بمساندة سيادة السعودية وسلامة أراضيها وأعلن مسؤول حكومي باكستاني لرويترز إن بلاده سترسل قوات إلى السعودية استعدادا للمشاركة في عاصفة الحزم السعودية أضو المجلس السياسي لحركة عنصار الله ضيف الله الشامي أكد أن الحوار مبدأ أساسي لدى عنصار الله مشترطا أن لا يكون الحوار تحت مظلة أي من الدول المعادية على حد تعبيره وفي حديثا للميادين أوضح الشامي أن كل الخيارات مفتوحة في هذه المعركة ولفت إلى أن الرد قد يأتي من اليمن وقد يأتي من قلب السعودية الردود والوسائل الرد هي متاحة وكثيرة جدا وقد يتفاجأ قوة السحارة تتواجأ وخصوصا السعودية برد هي ربما قد لا تتوقع أن يكون الرد من أماكن لا يمكن أن تتوقعها قد يكون الرد من داخل اليمن أو من داخل المملكة أو من عمق البصور الملكية هم لا يفهمون من أين يأترت وهذا فر من الأسرار التي نتحرك على إطارها في الميدان أشار المتحدث باسم عملية التحالف السعودي أحمد العسيري إلى اكتمال خطة الحصار البحري للموانئ اليمنية ولفت العسيري إلى أن الغارات الجوية تواصل استهداف تحركات أنصار الله وخطوط إمدادهم جزء كبير من العمليات العسكرية التي شنتها القوات اليوم استهدفت آليات للحوثيين هناك عدد كبير من مستودعات الذخيرة والعمل جار لتحديدها واستهدافها مباشرة القطع البحري اكتملت لتنفيذ خطة الحصار البحري للموانئ ومراقبة تهريب البشر والأسلحة ولن يسمح لأحد بمغادرة الموانئ دون تفتيش للسفن القادمة والمغادرة وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أعلن أن البنتاجون سيتعاون مع القوة العربية المشتركة المنوي إنشاؤها في المجالات التي تتوافق فيها المصالح الأمريكية مع المصالح العربية على حد قوله أعلن كارتر أثناء زيارة إلى قاعدة فورت درما العسكرية في نيويورك أعلن دعم بلاده لخطط بعض الدول العربية لإنشاء قوة عسكرية موحدة للتصدي لتهديدات أمنية متزايدة البيت الأبيض الذي يشرف على حرب بالوكالة في اليمن يراهن على طمأنة دول الخليج إلى حماية استقرارها السياسي لكنه يأمل كسر إرادة الخروج عن الوصاية الدولية قاسم عز الدين اليمن هو آخر ما كانت تتوقعه الإدارة الأمريكية في شق عصى الطاعة والخروج على وصايا تراها ملاذا شافيا لبلدان ما يسمى الربيع العربي فاليمن هو أفقر هذه البلدان مالا وأقلها موارد وثروات قابلة للبيع في سوق العملة الصعبة لكن هذا الفقر ربما هو ما دفع اليمن قبل غيره للاعتماد على رأس ماله السياسي في رفض التوصيات المعلبة والوصاية الخارجية شكك اليمن بمصطلح على تسميته شرعية دستورية تكتفي بإزاحة رأس السلطة في الانتقال إلى الأقلمة والفدرلة تحت إشراف الدول العشر والبنك الدولي أخذ اليمنيون على عاطقهم البحث فيما بينهم انتقالا آخر في سياسة مستقلة وربما لم يهتم اليمنيون إلى أنهم بذلك يحطمون محرمات لن تقف أمامها الإدارة الأمريكية ولا الدول الخليجية مكتوفة الأيدي تخشى إدارة واشنطن انتقال عدوى الاستقلال السياسي في اليمن إلى بلدان عربية أخرى لا تزال تراهن على وصفة جاهزة من ذوي الأمر والنهي في موراء البحار أما خشية دول الخليج فهي أدهى وأمر إذا نجح تمرد حديقتها الخلفية في بز نموذج ثروتها المالية بنموذج مختلف لا يشترى بالمال ولا يباع هذه المفارقة ربما وضعت دول الخليج أمام مخاطر ثورة الفقراء في اليمن التي تهدد قيمها العليا بعدم استقرار منظومة الريع حتى إذا لم ترميها الثورة بكلمة نابية لعله التهديد الأصعب الذي يمس دول الخليج بعد قلة حصاد المراهنة على الاحتراب المذهبي والتخويف من إيران في هذا الخضم العميق تبدو دول الخليج ذاهبة إلى ردود فعل قصوى ربما غير عابئة بمخاطر حرب طويلة تستكمل ارتداداتها في المنطقة ودول الخليج ربما تعول على تجنيد فقراء عرب ومسلمين كحطب لنار الحرب على أمل أن يشهد اليمن جوعا يأكل جوع يجتمع وزراء وخارجية الدول الست الكبرى في لوزان اليوم على أن ينضم إليهم وزير الخارجية الإيرانية محمد جوالظريف ويأتي هذا مع تكثف اللقاءات بشأن المفاوضات النووية وزير الخارجية الأمريكية جون كاري قال أن المفاوضات ستستمر حتى التوصل إلى اتفاق في الوقت المحدد على الرغم من العقبات مرسلنا نقل عن مصدر أوروبي مشاركنا في المفاوضات أن تهران ترفض بشكل قاطع التنازل عن مطلب رفع العقوبات المفروضة عليها المصدر الأوروبي أوضح أن النقاط العالقة هي رفع العقوبات ومدة تنفيذ الاتفاق النووي وآلية مراقبة المنشآت الإيرانية أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية رفع العلم العراقي فوق مبنى محافظة صلاح الدين وسط تكريت وقتل أربعين عنصرا من داعش وقال المتحدث باسم القيادة إن القوات الأمنية عثرت على ثلاثمائة عبوة ناسفة إضافة إلى منصات إطلاق الصواريخ فضلا عن ثلاثة معامل للتفخيخ وكانت القوات الأمنية والحجد الشعبي تمكن في وقت سابق من رفع العلم العراقي فوق مستشفى تكريت والمجمع الحكومي وسط المدينة بعد قتل ستة وثلاثين عمصرا من داعش كما رفعت قوات الشرطة الاتحادية والحجد الشعبي العلم العراقي على جامعة كريت الكبير وكلية الطب وإلى سوريا حيث تستمر الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري وداعش في قرية المبعوجة في ريف حما وسيطر داعش على حاجز الرسم الشمالي وحي البدو في الجهة الجنوبية فيما قتل عدد من المدنيين هذا وتشهد المنطقة حالة نزوح كبيرة للمدنيين باتجاه الصبورة في ريف حما بعد أن شن مسلح داعش هجوما عنيفا حيث يعمل الجيش السوري مع الدفاع الوطني على التصدي له استشهد شخصا وأصيب آخرون من جراء سقوط قدفتي هاون على دمشق القديمة إلى ذلك أفادت مرسلة الميادين بمقتل أمير جبهة النصر في فليطة مع 12 مسلحا خلال محاولتهم التسلل باتجاه نقاط للجيش السوري في جرود فليطة في جبال القلمون بريف دمشق من جهة أخرى أحكم الجيش سيطرته على جميع النقاط في الجبل الغربي لبلدة الزبدان في ريف دمشق وإلى لبنان حيث أفاد مرسل الميادين بأن الجيش اللبناني استحدث مواقع جديدة في جرود الفاكهة في السلسات الشرقية الحدودية مع سوريا وعزز مواقع قديمة له إلى ذلك دخلت قضية العسكريين المخطوفين لدى النصر وداعش دخلت شهرها العشر من دون أي معلومات تشري بإنهاء معاناة أهالي العسكريين اللبنانيين تقرير عباس صبغ عود أهالي العسكريين المخطوفين لدى الجماعات الإرهابية في جرود عرسال قطع الطرق في وسط العاصمة بيروت تحرك جاء بعد أشهر من الانتظار بعدما دخلت قضية أبنائهم المخطوفين شهرها العاشر جاءنا للتصعيد لأنه صننا أكثر من شهر قالوا لابد تلتزم الصامت والملف خالي يكون على نار بيردي قالوا لهم فليكن فتشنا طلعنا بعتوا جابتوا النصرة على الواتساب أنه المفاوضات واقفوا وما في شي منه المفاوضات مع النصرة لم تحرز تقدما على الرغم من الأجواء الإيجابية التي أشيعت عن انفراجات ما في تطمينات أبنى شو تطمينات إذا فيه شغل مفروض يبين إلنا 8 شهر نفس الحكي تطمينات عم نشتغل عم نشتغل عم نشتغل طب هالشغل وين عم بيروح وعساس موعودين على العيد أنه يجو الشابين نعيد نحن ويهون ونعمل عرس على الطريق بدل ما نسكر الترقات لحد هلا أني بعدهم بيحاكي حاكي حاكي بنروح لعندهم المعنيين بعيدة لآمر وبعيدة الملف عم بيتشبعونا حاكي ما لقينا بعد نتيجة واحد بالميلة مسنيها لمس الياد مطالب الخاطفين غير واضحة على الرغم من إفادي قطر أكثر من وسيط إلى جرود عرسال حيث تحتجز النصر وداعش 26 عسكريا منذ مطلع أبو أغسطس الفائت المعلومات تحدثت عن مطالبة الجماعات الإرهابية بمبادلة العسكريين بعشرات المسجونين في لبنان وسوريا فضلا عن مبلغ مليون دولار أمريكي مقابل كل عسكري الحكومة اللبنانية بدورها لم تكشف بعد عن مجريات المفاوضات ولا عن موقفها من مبادلة العسكريين بمسجونين في لبنان تعقدت المفاوضات لإطلاق العسكريين المخطفين لدى الجماعات الإرهابية في جرود عرسال فعاود أهالهم قطع الطرقات للضغط على الحكومة لتلبية مطالب الخاطفين عباس صباق بيروت الميادين قتل شخصا وأصيب اثناني بجروح في ولاية ميرلاندا عندما حاول سائق اقتحام إحدى بوابات المقر الرئيسي لوكالة الأمن القومي الأمريكي بسيارته وكالة الأمن القومي ذكرت في بيان أن أحد ركاب السيارة قتل بنيران الأمن وأصيب أخران بجروح بينهم ضابط في الوكالة مكتب التحقيقات الفيدرالي أوضح اللاصلة للحادث بالإرهاب والآن إلى الماضي الحاضر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر